اشقد عدكم وأيضاً موضوع الصحة أنت تحدثت حضرتك عن المدارس وعن الصحة اللي منجز اشقد حاجة المحافظة حتى تكتف صحياً بالنسبة للوحدات الصحية واشقد حاجة المدارس احنا أكو قسم من المستشفيات احنا نبنيها كمحافظة اللي هي المستشفيات نقول عليها مستشفيات الطوارئ أو بمراكز التخصصية ممكن نبنيها احنا كمحافظة يعني اشقد أسرتها يعني احنا نحتاج ثلاثين سرير خمسين سرير فما دون هذه احنا نبنيها كمحافظة المستشفيات اللي من مئة سرير فما فوق بصراحة تفاصيلها احنا نعتقد انه المفروض هي وزارة الصحة هي تبنيها كوزارة فاحنا بخطة الامن الغذائي تقريباً اربع مستشفيات يعني خلينا بالخطة وتمت احالتها حتى نبنيها في بعض المدن مهمة بالمحافظة مستشفيات طوارئ ساعة ثلاثين سرير وايضاً يعني مركز تخصصي للتلسيمية احنا خليناها بالخطة زيب اضافة الى انه يعني على الخطة الثلاثة وعشرين يعني احنا ليش دريد نزيد موازنتنا احنا سوينا مستشفيات طوارئ في بعض المدن بس المدن اخرى لازم نسوي بها هو اني لازم نكمل وفي باقي المدن اسأل عن الحاجة هس انتم خصصين مشاريع سواء بالامن الغذائي او بالموازنة حسب القدرة الموجودة بس حاجتكم اش قد للمستشفيات انتم اش قد تحتاجون على مستوى المحافظة كلها احنا نحتاج بكل قضاء وكل ناحية مستشفى فيعني اش قد يعني احتاج مو اقل من احنا عدنا باقي يعني خلينا نقول يعني مو اقل من 10 الى 15 مستشفى اه ومركز تخصصي هذا نقص اي نحتاج للمدينة طيب مدارس ونحتاج للمدينة طبية مع مستشفى تكريد بالاضافة للمدينة طبية تكريد التعليم ايه تكلمنا مع معالي الوزير هذا الموضوع وقال خصصوا الارض قريبة من المستشفى وممكن على الموازنات القادمة نسوي لكم مدينة طبية كاملة ضمن المخطش قد كم سرير يعني كلها احنا عدنا مستشفى لا هذه المدينة يعني تفاصيلها بصراحة مناقش نعم بس هو مبدئيا قال احنا مستعدين يعني بس هيئة الارض احنا مستعدين المدارس احنا عدنا تقريبا 315 مدرسة متوقفة محالة من 2012 تايمال مشروع رقم واحد لا مشروع رقم واحد وايضا من المحافظة زين متوقفة استأنفنا العمل بها انجزنا تقريبا 50 مدرسة اكملناها من هذا الرقم وننتظر اقرار الموازن حتى نمول باقي المدارس اللي اللي اتفعت نسبة انجازة بالفترة اللي ماضية ممكن بالالفين وثلاثة وعشرين اذا مولونا ممكن نوصل مية الى مية وعشرين مدرسة نكملها يعني المشاريع القديمة بالحاجة اكيد نحتاج مو اقل من مية وخمسين مدرسة اخرى اشتركوا في القناة